الله أكبر أشهد أن لا إلا الله أشهد أن لا إلا الله أشهد أن لا إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا للسبب 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 لا عباد إلا الله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي لا يسفقه حي وحي لا يشبهه حي وحي ليس كمثله حي وحي يرزق كل حي وحي يميت كل حي وحي لا يموت أبدا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم آمرا وموجها فقال له وتوكل على الحي الذي لا يموت أبدا وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله قسما برب المصطفى وجلاله لم يخلق الرحمن مثل صفاته المسك والكافو من عرق النبي والورد واليسمين من وجناته على خد طاها شامة وعلامة سبحان من خص الجمال بذاته يا عاشقين محمدا وجماله صلوا عليه فتسعدوا بصلاته ألا فاعلموا أن النبي محمدا أهل السماء والأرض في بركاته عيسى المسيح رآه في إنجيله وكذا الكليم رآه في توراته نذر علي إن زرت مقامه لأقلب العينين في جنباته وأقل عيني ينظري وتمتعي هذا مقام محمد أشرف خلقه صلى عليك الله يا علم الهدى ما دام عرش الله مع سمواته أما بعد فتعالوا بنا لنقف مع القرآن الكريم كواقع في حياة رسول الله فلقد نقل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من سطره إلى الواقع الأمر الذي جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ قالت كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي بين الناس بعض الناس فسر الحديث تفسيرا ضيقا لكن المعنى أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها قرآنا فما من أمر إلا وكان يحياه رسول الله وما من نهي إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عنه كل البعض وما عرف القرآن بالله عز وجل باسم من أسمائه أو صفة من صفاته إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم على دراية ومعرفة وعلم به ما عرف القرآن بآية كونية أو آية معجزة أو آية مقروأة كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها سجود سجد آية فيها تعوذ تعوذ آية فيها سؤال يسأل الله عز وجل من فضله حول النبي القرآن من سطره إلى واقع في حياته فتعالوا لنرى ذلك بأعينه يأتي واحد من اليمن رجل قدم من اليمن قاصدني المسجد النبوية لماذا لما آتا إنما جاء لغاية واحد لمهمة واحد هي أن يقتل رسول الله تخيل أنت أن رجلا قطع مسافة طويلة حتى وصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتل رسول الله فلما دخل المسجد رآه من رآه عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه عمار يقول الناس عنه أنه كان شديد وأنا أقول زيادة على هذا عمار كان شديدا في الحق لأن الشدة المطلقة ما هي إلا مذن فقد يكون شديدا في الحق والباق لكن عمار رضي الله عنه لم يكن شديدا إلا في الحق لما رأى كمامة بن أثال رأى في عينه شرع اتق فراسة المؤمن فإنه يرى يرى بنور الله عز وجل تفرس عمر رضي الله عنه وجهة مامة فرأى فيه شرع فأمسك به وبعد أن أمسك به ربطه على سارية من سوار المسجد ودخل رسول الله تخيل معي أنك ترى النبي وهو يجري هذا الحوار مع عمر ومن مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع النبي ينظر بعينه فيرى رجلا موثقا على سارية المسجد من هذا؟ من هذا؟ قالوا هذا ثمامة بن أثال الحنف جاء لقتلك انظر ماذا قال الحبيب أقتلوا قال هذا؟ اسعلوا به الأعاجين قال هذا؟ مهان لم يتوقع الصحابة ما صدر من رسول الله أن تحولك حراسك جندك رجالك الذين يرقبون منك كل حركة ونحة ونفس الذين يضحون من أجلك بأرواحهم وأموالهم وأبنائهم وجمائهم كانوا ينتظرون أن يحفزهم رسول الله أن يثني عليهم ولو بكلمة أحسنتم أيها الرجال أنتم الأبطال أنتم اليقظ نيام 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعيننا ما بين أعيننا؟ في أعيننا لكن الذي حدث خلاف ما توقعه قال لهم فكوا ثمامة فكوا ثمامة يعني حلوه بس وأطهموه بس واسقوه وإيه تالي؟ قال وَأْتُوهُ بِمَاءٍ لِيُزِيلَ عَنْ نَفْسِهِ أَعْبَاءَ سَفَانِ ما هذا الأدب؟ ما هذه الدعوة؟ ما هذا القرآن الحج؟ روح القرآن وآدابه روح القرآن وآدابه سامقة عالية في شخصه في حياته في وقعته فكوه وأطعموه وأطوه بماءٍ لِيُزِيلَ عَنْ نَفْسِهِ أَعْبَاءَ سَفَانِ إنها النفس الرحلة سعة الصدق الأخلاق في علوه فبعدما حل وثاقه أجرى النبي حواراً هادئاً بأدبٍ جمدٍ ماذا عندك يا ثمامة؟ بعد إيه؟ بعد أن أطعم أطعم وجاءوا بالماء ليشرباً وبالماء ليتطهر وليغتاسل وليزيل عن نفسه غبار الطريق ثم بعد ذلك أجرى معه حواراً بدايته هاداً ماذا عندك يا ثمامة؟ اسمع الكلام لتعقد موازنةً بين كلام ثمامة في اللحظة وكلامه بعد لحظة يا ثمامة ماذا عندك؟ قال يا محمد اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه يا محمد إن تقتل تقتل ذا دامٍ يعني إن قتلتني فإن من ورائي رجالاً يثأرون لي وكأنها رسالة تأتي لكن النبي فتح صدره واسعاً وتلقى الكلام بساعة صدر وإن تنعم تنعم على شاكر سب نمشي أكون شاكراً ماذا يفعل؟ لو أن إنساناً في قبضتك ويوجه إليك رسالةً في لهجتها تهديد ماذا أنت فاع؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامته دعوه يمشي دعوه يمشي يا أمة القرآن دعوه يمشي الكلمة التي تصدر منك دعوة دعوة إلى الله عز وجل فعلك دعوة حركتك دعوة وصاحب القرآن هكذا ينبغي لصاحب القرآن أن لا يجد مع من وجه يعرف بليل إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفترون حال للقرآن حركة وحيوي مجود في حياته فلما وصل إلى باب المسجد ثمامته عاد يهرّل مسرعا حتى وقف بين يدي النبي وقف وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي ماذا يا ثمامة سألتك منذ فترة سألتك منذ وقت بصير ماذا عندك تخرج إلى داب المسجد ثم تعود محرولا فتقول ذلك قال يا رسول الله إنما خفت أن يقول إنما قالها خوفا من الموت واسمع القادم اسمع الآت إنت وزنت الأول متابع معي في الأول قال له يا محمد وبعدين هنا بقول له إيه يا رسول الله الأدى الذي أثر القلوب ليس قلبة مامة وحدها وإنما القلوب التي استجابت وأرعانا أرعانا واستمعت لرسول الله إنما استمعت لأدبه أدبه لأخلاقه والله يا رسول الله لقد كان وجهك من أبغض الوجوه إلي يقول له كده كان وجهك من أبغض الوجوه إلي فما أمسيته إلا ووجهك من أحب الوجوه إلي دينه كان من أبغض الأديان إليه فما أمسيت إلا ودينك أحب الأديان إليه ماذا تسمون هذا؟ أنا أسميه حياة القرآن التي عاشها رسول الله أدب القرآن أخلاق القرآن أنس رضي الله عنه وأخبر الناس بالرجل خدمه وأهله إذا أردت أن تتعرف على خلق رجل تسأل عنه من؟ سأل عنه أهله سأل عنه جيرانه سأل عنه خدمه اسأل خادمه اسأل زوجه وأهله اسأل جيرانه من الخدم أنس سيدنا أنس ماذا قال في رسول الله؟ قال ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله وأنا أقول بعد أنس ولن نرى يا أنس بعد رسول الله أحدا أحسن خلقا من رسول الله والله نرى لن نرى يا أنس يقول كان النبي إذا غضب إذا غضب بعض الناس يقول النبي كان لا يغضب هذا خطأ النبي كان يغضب بدليل أن غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى شدته إذا هتكت محارم الله يبا كان في غضب طالما في أفعل التفضيل يبا كان في غضب لكن كيف ينهى هو عن الغضب ويغضب لما سأله الرجل أوصني 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 قال لا تغضب كيف يغضب مع أنه قال لا تغضب صلي عليه 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 الغضب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغضب الذي يخرج صاحبه عن علم يعني نبي كان يغضب لكن سيدنا أنس يقول كان إذا غضب عرفنا ذلك في وجهه يعني كان ليسوق حينما يغضب لا يضرب شيئا بيده ولا بقدمه لمرأة ولا خادما ولا شيئا قط بيده لكنه إذا غضب عرفنا ذلك في وجهه وما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أمة القرآن عدوا بالقرآن عيشوا بالقرآن عيشوا مع القرآن كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة لما أسلم لم يسلم لأنه سمع قطبة أو وعظا أو إرشادا كثيرا لا إنما أسلم لما رأى كمال خلق النبي وخد بالك من العبرة لما شبهت أم المؤمنين خلق النبي بالقرآن كانت تقول أخلاقه هالية دميسة في أعلى درجاتها لكنها أرادت أن تشبه كمال خلقه بكمال القرآن الكريم أخلاقه اكتملا والله تعالى لما خطبه بقوله وإنك لا على على الله تعالى صور الأخلاق والخلق هنا إنما هو الدين يقول ابن عباس رضي الله عنهما الخلق هو الدين فمن فضل عليك في الخلق فقد فضل عليك في الدين دينك صلب أخلاقك صلب أخلاقك صلب دينك صلب قمة عالية صورها الله تعالى تربع على عرشها رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا مدرسة الحبيب المصطفى يقول فيها البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك الحمد لله وكفاء وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفاء وبعض فنبينا صلى الله عليه وسلم أجر الله عز وجل على يديه معجزات كثيرة منها كما قال البعض تسبيح الحصى في كفه أنا أسأل سؤالا هل تسبيح الحصى في كفه النبي معجز؟ لا أنا أقول لا لماذا؟ لأن كل المخلوقات لها لسان تسبح الله تعالى قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن؟ ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض؟ والطير صافات كل قد علم صلاته تسبح ما فين المعجزة؟ المعجزة يا إخوة أن الله أسمع النبي تسبيح الحصى أنت بتسبح هذه الأرض تسبح والحصى يسبح كل مخلوق له لسان يسبح من الذي يسمعه؟ الله رب العالمين فكون الحصى سبح في يده ليست العبرة في تسبيح الحصى وإنما العبرة في أن الله عز وجل أسمع النبي تسبيح الحصى صلى عليه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه الله تسبح الحصى لما أخفى الله تسبيح الكائنات؟ طالما أنها كلها تسبح لما أخفى؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون يعني تفقهون لا تفهمون لا تدركون ليه يا رب لما إنه كان حليما غفورا يعني لو أن الله تعالى أسمعك تسبيح وسادتك وأنت في نومك هل تستقر في نومك لو أسمعك تسبيح الأرض وأنت تطأها بنعليك فهل تستقر في مشيك إذن قل سبحان الله الذي أخذ تسبيح الكائنات رحمة بنا حتى تستكر حياتنا إنه كان حليما غفورا مهما تكلمنا أنا أحب دائما أن أتكلم عن رسول الله الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام مهما قل قل بس حاول تجدد وتستخرج روح كلاما الذي جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن تعيش بالقرآن كما عشى النبي قرآن يا أخوانتي روح روح حية حية إلى ما شاء الله عز وجل لكن يحتاج منا أن نحرك تلك المعاني أن ننقل الأدب أن ننقل الأخلاق أن ننقل القيم من سطرها إلى حياتنا تعامل بالحلم تعامل بالعقل تعامل بالصص تعامل بالجود تعامل بالكرم كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم أسأل الله في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى دينه مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اجعل بلدنا آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد مصرنا بسوء فاجعل كيده في نحره اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره اللهم اجعل الدائرة تدور على الماكرين والمخادعين يا رب العالمين اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم أخرجنا من الدنيا موحدين اللهم سامحنا بفضلك يا كريم اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اجمعنا بنبيك في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم اجمعنا بنبيك في دار كرامتك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استهوا استقيموا واعتذلوا يحكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضالين أمين أمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغبون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله وفور رحيم الله أكبر الله أكبر سميع الله لنا الحميدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالين أمين أمين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نائمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعركتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفزوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمتا والله عليم حكيم سميع الله لإمان حميا اشتركوا في القناة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله